السائلة تقول قطع سئلة الرحم انا عرف انه حرام لكن مشكلة عندي عمتي على خلاف دايم معنا نحاول ان نتواصل معها تقفل السكة يعني تغلق الهاتف في وجهنا سبحان الله اقول للسائلة الكريمة استمروا على ما انتم عليهم لان قطعة الرحم محرمة شرعا ولا تجوز والرحم هذه معلقة بالعرش الرحمن تقول من يقول لا اما ترضي بتستعيز بالله يقول لا اما ترضي ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك فدائما ما اقول لنفسي واخواني واحبابي قاطع الرحم مقطوع ومن الذي يقطعه الله وواصل الرحم موصول من احب ان ينسى له في اثر ان يبارك له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه هذا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ احنا بنصل وهي لا تريد النبي علمنا صلى الله عليه وآله وصعبه وسلم بقى بها احدهما بمعنى انت واهلك او اسرتك يعني خرجت من قطيعة الرحم وعمتك تتحمل قطيعة الرحم كاملة يعني اللي يرفض من الطرفين ان يكلم التاني هو اللي شايل القطيع امام الله عمل مردود عليه صلاة مردود عليه غضب عليه من الله سبحان الله ليس هذا كلام كلام ربنا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بالتالي كل اتصلوا بيه وخالت ايه في السكة في الشك قابلوا في الشارع ولا سلام عليك وما تردش الملائكة ترد عليك وهي تتحمل الوزرى امام الله اذهبوا الى البيت واترقوا عليها الباب فتحت الباب واغلقته في وجهكم سأذهب اليها مرارا وتكرارا هي تتحمل الوزرى ونحن في امن الله وفي امانه هذه نصحتي لك ولكل قاطع رحم اسأل الله ان يردنا الى الحق وان يجعلنا ممن يصلون ارحمهم اللهم امين